كتاب ما مثل اي كتاب في الدنيا مكتوب بلغة المفروض انها حقيقية بس في نفس الوقت ما حد قادر يقراها لغة ما موجودة في اي مكان ثاني في العالم الا في هذا الكتاب على مر السنين حاول كثير من العلماء وخبراء فك الشفرات انهم يحلون لغزة الغامض لكن لهذه اللحظة ما حد قدر يكشف سرة اليوم راح نغوص في تفاصيل هذا الكتاب ونتعرف على تاريخ العجيب السلام عليكم معكم بدر وحياكم الله في قرية العجاب اليوم بنتكلم عن الكتاب الغامض اللي اسمه مخطوطة فوينج ذكرته لكم في مقطع اغرب الاكتشافات التاريخية قبل فترة طويلة اعتقد قبل اكثر من سنة وقلت لكم احتمال اني اسوي عنا فيديو خاص فيه تأخر الفيديو لكن انتصله متأخرا خير من ان لا تصل ابدا فيعترى شو سر هذا الكتاب وليش حير الناس والعالم لها الدرجة قبل ما اخبركم هالشي اشكر منصة رين على رعايتهم لهالفيديو منصة رين هي اول منصة مرخصة لتداول العملات الرقمية في الشرق الاوسط ويخدمون العملاء في دول الخليج وبالتحديد السعودية والكويت والامارات والبحرين وعمان وان شاء الله جايين لدول اكثر في المستقبل القريب مع النمو الكبير اللي قاعدين يحققونا اي واحد حاب ان يستثمر في مجال العملات الرقمية يقدر يستثمر وياهم بكل ثقة لانهم مرخصين من بنك البحرين المركزي وخاضعين لرقابتهم حاليا عندهم خمس عملات موجودة البيتكوين والإيثيريوم ولايتكوين وريبل وتذر العرض المميز اللي تقدم لكم اياه منصة رين انهم راح يعطونكم بيتكوين بقيمة 20 دولار لأي مستخدم جديد يسجل من الرابط اللي يحط لكم اياه تحت منصة رين فيها اكثر من 100 الف مستخدم نشط معظمهم من السعودية ويدري من خلالها تداول مبالغ توصل لعشرات الملايين بشكل يومي المنصة موثوقة وتقدر تستمر فيها بامان وعندهم دعم سريع على مدار اليوم اذا واجهتك اي مشكلة وعندك اي استفسار على طول راح تحصل حد يساعدك سواء عن طريق الدردشن مباشرة في الموقع او عن طريق الايميل او عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي تقدرون تحملون التطبيق من خلال الرابط اللي تحت وعملية التسجيل جدا سهلة وبسيطة وتقدر تخلصها في ثواني وتلقائيا راح تحصل العشرين دولار هدية من منصة رين بعد ثلاثة ايام من التسجيل مخطوطة او كتاب فوينج هذا الكتاب يعتبره كثير من الناس اغرب كتاب في العالم الشي العجيب في هالكتاب انه مكتوب بلغة ما مفهومة وما معروفة ما في اي اثار ولا حضارة ولا وثائق في العالم فيها لغة شبيهة بهذه ابدا لغة فريدة من نوعها ما ظهرت في اي مكان ثاني الكاتب او المصدر الاصلي للكتاب بعد غير معروف لكن اشهر مالك لهذا الكتاب هو بائع كتب اسمه ويلفريد فوينج هذا اول انسان معروف انه كان يملك الكتاب بشكل مؤكد وموفق تاريخيا وعشان كذا سموه على اسمه سموه كتاب فوينج صاحب له فوينج انولد في سنة 1865 في بولندا قضى كثير من سنوات شبابه مسجون بسبب ميولة ثورية على نظام الامبراطورية الروسية اللي كانت تحكم بولندا في ذاك الوقت فوينج كان مسجون في سجن سيبيريا وسجن سيبيريا هذا كان من اقص السجون واشدها يكفي ان سيبيريا واحدة من ابرد المناطق في العالم لكن صاحبنا فوينج كان شخص واسع الحيلة وقدر انه يهرب من السجن ومع صعوبة الحركة في سيبيريا بسبب الثلج اللي مالي الدنيا لكنه قدر يطلع منها ويواصل رحلته لحد ما وصل الى مدينة هامبرغ في المانيا وهناك ظل فيها فترة بسيطة وبعدها سافر للندن وفي لندن كمل الانشطة الثورية مالته لفترة بس بعدها قرر يوقف سنة 1895 ويتجه لمجال تجارة الكتب وتجميعها ظل سنوات طويلة وهو يكبر في تجارته لحد ما صار معروف كواحد من اكبر تجار الكتب في العالم كله وكان بالذات مختص في الكتب الاثرية والتاريخية الثمينة واحدة من الاشياء اللي ساعدتها في هالتجارة انه كان يتكلم 18 لغة يعني ممكن نقول انه كان خبير في اللغات فتخيلوا صدمته لما فجأة حصل بين يدينا كتاب غامض مكتوب بلغة ما مرت عليه من قبل ابدا كانت فيه مكتبة رستقراطية مكتبة او مادري مؤسسة تابعة لكنيسة او شي من هالقبيل المهم نعتبرها مثل المكان اللي فيه كتب وكانت هاي المؤسسة موجودة في ايطاليا وسنة 1912 هذه المكتبة والمؤسسة كانت على حافة الافلاس فقرروا اصحابها انهم يبيعون شوي من الكتب اللي عندهم عشان ينقذون نفسهم واول ما سمع صاحبنا فوينج بالخبر على طول راحلهم واشترى منهم مجموعة من الكتب التاريخية النادرة اللي يعتبرها انها كتب ثمينة اشترى منهم حوالي الثلاثين كتاب وواحد من هذي الكتب كان كتابنا الغامض اللي بعدين تسمى على اسمه مخطوطة فوينج صاحبنا فوينج لما شاف الكتاب كان مذهول ومستغرب في حياته ما شاف اي شي يشبه هذي اللغة فيعني فوينج كان اول واحد حاول يفك شفرة هالكتاب ومع انه كان خبير باللغات مثل ما قلنا كان يتكلم 18 لغة لكن ما كانت عنده ادنى فكرة عن هذه اللغة اللي في الكتاب ولا عن شو يتكلم حاول يعرضه على بروفيسورات في الجامعات وخبراء لغات ثانين لكن محاولاته كلها باءت بالفشل ما حد قدر يعرف عن هذا الكتاب او اللغة اللي مكتوبة فيه اي شي وظل فوينج مستمر يحاول بكل الوسالة والطرق انه يفك شفرة هالكتاب لحد ما ماته سنة 1930 بدون ما يوصل لأي نتيجة من بعد موته سموا هذا الكتاب على اسمه سموه كتاب او مخطوطة فوينج وليومنا هذا لا زال سره مجهول ومحد قادر انه يفهم معناه او اللغة اللي انكتب فيها طيب بيجي واحد ويقول يمكن هاي اللغة مجرد لغة مزيفة وخرابيط واحد اللي فهم الراس المشكلة ان خبراء اللغات حللوا الاحرف والكلمات وحصلوا انه فيه تناسق وثبات في نمط الكتابة وتركيب الكلمات فيعني من وجهة نظرهم النصوص هذه مستحيل تكون شي حد كتبة بعشوائية بس في نفس الوقت ما قادرين يحللونها ويوصلون لمعانيها هذا الكتاب يحتوي على 240 صفحة مكتوبة على اوراق مصنوعة من جلد الحيوانات وغير النصوص اللي فيه ايضا يحتوي على كمية كبيرة من الرسومات معظمها رسومات لعشاب ونباتات لكن ولا نبتة من هذه النباتات تتمثل نبتة موجودة على ارض الواقع فيه تشابه لكن ما فيه تطابق في بعض رسومات تبدو كأنها رسومات لمجرات وكواكب وشمس وقمر يعني اشاشة بيها برسوم علم الفلك والابراج والامور هاي وغيرها بعد فيه رسوم لنساء عاريات على كثير من صفحات الكتاب بس يعني من الرسومات بطريقة ممكن نعتبرها قبيحة فواضح انه ما كان الهدف منها الاثارة والاغراء من خلال هذه الرسومات نقدر نقول ان الكتاب يتكلم عن عدة مواضيع فيه اقسام تتكلم عن الطب وفيه اقسام تتكلم عن الطبيعة والنباتات وفيه اقسام تتكلم عن الفلك والكواكب وفيه اقسام على ما يبدو انها تتكلم عن وصفات الاعشاب الكتاب حاليا محفوظ في مكتبة باينك للكتب النادرة واللي موجودة في جامعة ييل الامريكية على مدى السنين حاول كثير من علماء اللغات والتاريخ وخبراء فك الشفرات انهم يكشفون سرة للحين ما في حد وصل للسر الاكيد لكن في كثير من النظريات عن الاشياء اللي يتكلم عنها وعن مصدره ومن اللي كتبه من اوائل النظريات اللي طرحت عالطاولة ان صاحبنا فوينج هو صانع هذا الكتاب وان الكتاب كان في الواقع عمل تزويري متقن من قبله يعني اصحاب النظرية يقولون ان فوينج كان تاجر كتب نادرة وما كان تاجر عادي كان من اكبر تجار الكتب في العالم وقتها وفوق هذا كان بعد خبير في اللغات عنده 18 لغة فممكن انه تكون عنده القدرة انه يصنع نص بلغة تشبه اللغات الحقيقية بس يكون ما لها معنى في نفس الوقت وفوق هذا الكتاب كان مكلف يعني حتى في صفحات مطوية داخله في عدة صفحات تقدر تفتحها وتتحول قدامك لصفحة واحدة كبيرة وكل اوراق هذا الكتاب كانت مصنوعة من جلد الحيوانات وقطعة كبيرة مثل هذه اللي قدامكم تكلف كثير وفوق هذا حتى المواد والاحبار والاصباغ اللي مرسومة فيها الرسومات كانت من نوع غالي ليومنا هذا الالوان جدا قوية وواضحة بالنسبة لكتاب عمره مئات السنين لكن الالوان والمواد الغالية هذه هي اللي ايضا كانت دليل براءة فوينج من اتهام التزوير بعد ما الخبراء اخذوا عينات من هذه المواد وحللوها تحت المجهر واجروا عليها اختباراتهم وصلوا الى نتيجة ان هذه المواد على الاقل ترجع للقرن الخامس عشر والسادس عشر واللي معناه ان فوينج مستحيل يكون هو صانعها لانه عاش في القرن التاسع عشر والقرن العشرين يعني بعدها بثلاثمائة سنة المهم بعد كثير من الابحاث قدر هذي الخبراء انهم يتوصلون لعدد كبير من الناس اللي يمتلكوا هذا الكتاب قبل ما يوصل لفوينج ما راح ندخل في تفاصيل كل واحد منهم لانه بنطول وبيصير الموضوع ممل المهم انهم قدروا يصنعون خط زمني بعدد من الاسماء والشخصيات اللي يعني ممكن نقول انهم كانوا شبه متأكدين ان هذا الكتاب كان بحوزتهم في فترة من الفترات من ضمن هذه الشخصيات في علماء واطباء وحتى حكام واباطرة كانوا الخبراء يعتقدون ان هذا الكتاب انكتب في القرن السادس عشر او السابع عشر على عهد الامبراطور الروماني رودولف الثاني وكانوا يعتقدون ان هذا الامبراطور كان من اوائل الناس اللي يمتلكوا الكتاب طيب هذا الامبراطور من وين جاب الكتاب كانت في نظرية قوية تقول ان اشتراه من منجم انجليزي اسمه ادوارد كيلي ادوارد كيلي هذا كان يدعي انه يقدر يتواصل مع الارواح والملائكة من ايام ما كان عايش في انجلترا هو اصله من انجلترا ولما كان عايش هناك كان يشتغل في وظيفة وانطرد منها بسبب تهمة تزوير مستندات رسمية وعلى ما يبدو انهم قصوا واحدة من اثنين بسبب هالشي وهذا اللي خلاه يخبيها لباقي حياته اما بلبس القبعات او بشعره الطويل بعد هذه الحادثة ادوارد كيلي طلع من انجلترا وصار يسافر في مختلف المدن الاوروبية وهو يدعي انه عالم ولما عرف ان الامبراطور الروماني رودولف الثاني يحب العلم والاشياء النادرة والغريبة قرر ان يحاول يتقرب منه الامبراطور هذا كان موظف كثير من العلماء والاطباء وغيرهم في حاشيته وعلى ما يبدو ان كثير منهم كانوا مدعين ومزيفين اصلا فصاحبنا ادوارد كيلي حاول يكون واحد منهم وفعلا راح وادعى انه عالم كيميائي وحتى ادعى انه يقدر يحول المواد العادية لذهب وعلى ما يبدو انه قدر يخدع الامبراطور بالحيلة وخفة اليد وبمساعدة بعض الناس اللي كانوا متعاونين معه بالسر فقدر انه يسوي مثل العرض قدام الامبراطور وابهره بقدراته اللي كانت كلها مجرد خدعة وبعدها قدر ادوارد كيلي انه يصير مقرب للامبراطور ويصير واحد من حاشيته وعلماء اللي موظفنهم عنده بعدها قاعد ادوارد كيلي يفكر كيف ممكن احصل فلوس زيادة من هالامبراطور الاهبل وبعد التفكير قرر انه يصنع كتاب باللغة غريبة ويقول انه كتاب نادر في علم جاي من الملائكة اللي يدعي انه يقدر يتواصل معاهم وفعلا استخدم ادوارد كيلي مهارات التزوير اللي عنده من قبل من ايام ما كان في انقلترا وجاب مواد غالية وقدر انه يصنع هذا الكتاب على اعلى مستوى من الاحترافية وبعدها راح للامبراطور وعرض عليه وقدر انه يقنع انه قيمته توصل لستمائة عملة معدنية من فلوسهم اللي كانوا يستخدمونها في ذاك الوقت وعشان تستوعبون حجم هالمبلغ فقيمته اليوم تقدر باثنين كيلو جرام من الذهب باعلى الكتاب باثنين كيلو ذهب وهنين حصل دافع قوي جدا يدعم هالنظرية وانه ادوارد كيلي هو صانع هذا الكتاب وانه زور كل شي فيه لكن هالي النظرية اللي كانت جدا قوية لفترة طويلة تم اخيرا نفيها بعد ما حللوا التاريخ الكربوني لاوراق الكتاب لفترة طويلة ما كانوا قادرين يسوون تحليل كربوني للكتاب لان التحليل هذا يطلب انهم يقطعون جزء كبير من صفحات الكتاب عشان يفحصونها ويسوون هذا التحليل عليها فهذا الشي كان مرفوض تماما لانه بيخرب الكتاب فما كان عندهم غير التحليل المجهري اللي كان يقول ان الكتاب يرجع تاريخها للقرن الخامس عشر او السادس عشر لكن الحين اخيرا اتطورت التكنولوجيا وصارت فيه امكانية انهم يسوون التحليل الكربوني بدون ما يقطعون جزء كبير من صفحات الكتاب وفعل انه راحوا للخبراء واخذوا اربع عينات صغيرة من صفحات مختلفة من الكتاب وحللوها بهذا التحليل الكربوني اللي يقدر يخليهم يعرفون بدقة تاريخ الجلد الحيواني اللي انصنعت منه اوراق الكتاب واكتشفوا في النهاية ان هذا الكتاب في الواقع يرجع لبدايات القرن الثالث عشر وصاروا متأكدين ان الجلد هذا يرجع تاريخها للفترة ما بين سنة 1404 وسنة 1438 وهذا الاكتشاف الحديث حطم كثير من النظريات اللي كانت الدور حول هذا الكتاب واللي من ضمنها نظرية ادوارد كيلي لان ادوارد كيلي عاش في القرن السادس عشر والكتاب يرجع للقرن الثالث عشر فيه بعد كانت نظريات عن شخصيات ثانية مثل ليوناردو دافينشي والن احتمال هو اللي يألف الكتاب وفيه شخصيات بعد مشهورة غيرة من فنانين وعواقر على مرة تاريخ لكن كثير من هذه النظريات انهارت بعد التحليل الكربوني اللي اكد ان هذا الكتاب يرجع للقرن الثالث عشر هذا الاكتشاف خلي الوضع محير اكثر واكثر وليومنا هذا ما عارفين اصل هالكتاب اكتشفوا كثير من ملاكة لكنهم ما قادرين يوصلون لاصله او الشخص اللي كتبه على مر السنين حاول كثيرين من خبراء فك الشفرات انهم يفهمون معنى اللغة اللي موجودة في هالكتاب نتكلم عن اكثر الناس المحترفين في هالمجال على مر التاريخ واحد من هذي له كان ويليام فريدمن واللي يعتبره كثيرين انه اكبر عالم شفرات في العصر الحديث هذا الرجل كان قائد قسم الابحاث في الجيش الامريكي من سنة 1930 وكان هو فريقه المسؤولين عن فك شفرة الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية وفكهم لهالشفرة كان واحدة من المفاتيح اللي ساعدت امريكا انها تنتصر على اليابان في ذاك الوقت فيعني احنا نتكلم هنا عن واحد من اكبر خبراء فك الشفرات على مر التاريخ فهذا الانسان كان عنده فضول واهتمام كبير بكتاب فوينج فراح وجمع فريق من خبراء فك الشفرات اللي يعرفهم وبدوا مع بعض يحاولون انهم يفكون شفرة هذا الكتاب ويفهمون لغته استمرت محاولاتهم وابحاثهم على الكتاب لمدة 40 سنة لكن مع كل هذا كانت النتيجة اللي وصل لها فريدمن انه حل شفرة هذا الكتاب مستحيلة والسبب ان اللغة هذي في الواقع ما لها اي معنى هذه كانت الخلاصة اللي وصل لها واحد من اكبر علماء فك الشفرات بعد 40 سنة من البحث والمحاولة وفي العصر الحديث كانت في محاولات لاستخدام الكمبيوتر والذكاء الصناعي عشان يحللون نص الكتاب دخلوا كل حرف موجود فيه على قاعدة بيانات ضخمة وبعدين عطوها للكمبيوتر عشان يحلل ويقارن انماط توزيع الاحرف والكلمات ما بين هذا النص اللي موجود في الكتاب والنصوص الثانية اللي مكتوبة باللغات الطبيعية المعروفة اللي نستخدمها النتيجة كانت ان كثير من الاحرف والكلمات يتشابه توزيعها ونمط تكرارها مع اللغات الطبيعية المعروفة لكن معظم العناصر او تركيبات الجمل في نص كتاب فوينج ما تتماشى مع انماط اللغات الطبيعية يعني باختصار اللغة هذي اللي مكتوب فيها الكتاب تبدو من الخارج كأنها لغة طبيعية في واحد ذكي قدر يركبها كأنها لغة طبيعية لكن في نفس الوقت ما لها معنى فهذا الشي العجيب في الموضوع ومع كل هذه التكنولوجيا وحتى التحليلات التقنية المتقدمة يظل هذا الكتاب لغز غامض ما حد قدر يحله ليومنا هذا هل يا ترى بينكشف وقت قريب ولا هو فعلا عبارة عن خدعة مصنوعة باحترافية ما لها مثيل سؤال ما اعتقد انه بنحصل جوابه في اي وقت قريب اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع اذا عجبكم لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها اذا ما كنتوا شفتوها قبل شكرا لكم على المتابعة اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة